اشتركوا في القناة قال لفظ الذهبي تفرض به محمد بن ميسر بن ميسر الصغاني وكان فيه لين قال وأظن متن الخبر انتهى عند قوله الله الصمن قال والتفسير هو على ما أظنه من قول الربيع بن أنس لأن علي بن بشرة أخبرنا وسق السند إلى الربيع بن أنس في قوله يقوله الله أحد قال فذكره قال وروا سرار سق السند الأبي هريرة رضي الله عنه أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن شيء من أمر الرب فلعنهم قال خرجته بعض قال أخبرنا محمد الشرزي بن يسبور وسق السند inhale بن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أقبح الناس ثيابا وأنتلوا الناس ريحا قال فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من خلقك قال الله قال فمن خلق السماعة قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن خلق الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله قال فأمسك بجبهته وقام الرجل فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل قال فطلبناه فكأن لم يكن فقال رسول الله هذا إبليس إلا يعناه الله جاء يريد أن يشك جاء يريد أن يشكيكم ومفينيكم لعنة والله إنسى الله يجعلنا يحفظنا منه ومن وصوصتي يعني هذه وصوصة أيضا أن تتقالوا بسلام محمد الله بربك يجعوه من الوصوص قل أنم تبلاسوا من تلك قالوا من جاوض المسلم فقالوا إنسوا لنا ربك فأنزل الله كله والله واحد لم ياليد الأمير وعد أبعد الله الكفار والله الصمد وعد أبعد الله الكفار الصمد الذي يصدره جميع الخلاق في حوائجه وهو الغني غنى ذاتي والجميع كله في قرائله والغنى وصل له ذاتي والخفار وصل لي ذاتي وذكر قل والله أحد يعني هو الواحد أحد أحد في أسناء الحسنة في صفاته العلى أحد في ذاته أحد في ربوبياته أحد في إلهياته سبحانه وجل الفعل لذلك قرر هذا القرآن كله يقرر هذا أن هذه القضية الكلام الكبرى هل تعلم له السمية قال الله جل فعله قال ومن الناس ما يعتقدون الله دادا من حبنا وحب الله إنكارا شديدا من تغليثا عليهم بذلك ويعبدون ما لا ينفعهم ولا ولا يدرهم فهنا قال ومن قوله هو الله أحد واحد في أسناء الحسنة في صفاته في ذاته في ربوبياته في إلهياته ولما جاءوا لهم سنف السمعة شيئا من الله فلعنهم وهذا في هذا الباب فيها لعن من من يتجرع على الله وفعله وهم الذين تتبعون علم الكلام في علم الكلام يدرهم جرا إلى تقديم العقل على النقل فيحاكمون الله بإيشه ويعقوله يحاكمون الله بيعقوله نعوذ بالله نعوذ بالله من رضو بالله وشوف هنا كنا عند رسول الله فجاء الرجل أقبح الناس سيابا وأنت الناس ليحبا وهذا كان إبليس عليه العائل من الله تترى والحديث يسناده فيه ضعف ولكن هذا لا يخرج إلى من إبليس لأنه بيستدرج ناسي وجاء في الحديث الصحيين على أبو غيرا يأتيه فأقول له من خلق السماء من خلق الأرض من خلق الشمس من خلق القمر حتى يصل من خلقه خلق الله يستدرجه إلى ذلك لذلك أن يساهم قال وقل آمنت بالله ثم انتهى ثم انتهى والحمد لله هذه رد يعني الحمد لله ويبشرنا الكريم يقول لا تزال طائفة ما تعب حق حديث النبي دعال الله يجعلنا رميعا من هذه الطائفة بإذن الله تعالى وفي الحديث عن آية عن ابن عباس قال آية لا أسألني على الناس فلا قدر أجهلوها فلم يسألون عنها أم علموها قلتوا ما هي يا ابن عباس قال لما نزلت إنكما تعبدون من دون الله حسب جهنم قال ابن زبعري يا محمد هذه لان خاصة للناس عامة قال لا بل للناس عامة قال ورب هذه البنية خصمتك ألستتزم أن عيسى عبد صالح فهذا النصارى هذه النصارى تعبد فصاح وضجه فنزلت لما ضر ابن ماريا ابن ماريا ما مثلا إذا قامك منهم يصدود يصدود يصيحون نعم هو الإسناده الحديث حسن اتقام العلم هذا أيضا تدلنا عدلالة مهمة جدا في هذا طبعا إنكما تعبدون من دون الله حسب جهنم يخرج من ذلك إيش يخرج من ذلك الأنبياء الأبتياء الأنبياء يعني هل عيسى يكون كذلك هل هل العزير يكون كذلك البدن فهن نعم أنزل الله إنك نسر ونأخذنا أولاك عنها وبعدوا في ابتداء هذا الباب لكن انظر هنا لما أرادوا أن يتلعبوا من الذي يوقف أمامهم العلم وهذه تدين قاعدة عشان الزناعين تعطينا قاعدة مهمة جدا نتعلمها وهي أن فهم كتاب الله لابد أن يكون من السلف الصالح أن فهم كتاب الله لابد أن يكون من السلف الصالح ليس بالأهواء وهؤلاء العلمانيون يقولون ما وجدتوا في بنات أفكارك فهما للآية خذ به لن يضيعون الدين في هذا الباب لذلك مراد الله مراد الرسول موقوف على فهم سلف الصالح تحاوه الكراه كثرة كثرة وهي تذكر الله تدعى بالشيخ سعيد وأسأل الله المسلمين والضاوف فسيحة جميع الشيخ سعيد نعم فديو للشيخ سعيد مناظرة في الثمانيات نعم كل مع الشيخ ياسر العز عرف الشيخ سعيد نعم بالنسبة للأصهر كان طلب الشيخ وكان الصغار كانوا في الجمعة الشيخ هذا كان في الجمعة من الجمعة وهو يدعو لله وكان ما اشف ياسمعك مع المجموعة بأسرها فالإطلاق تدخل في ذلك الباب تدخل في هذا الباب تشوفه عشان تعلم من هو الشيخ سعيد الجهل بي مقضر يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم